مرحبا حبايب أصحاب برج الحوت شونكم إن شاء الله تكونون بخير اليوم راح نقرأ طاقة سريعة البرج الحوت توقعات عامة بداية برج الحوت الطاقة العامة إليك كذا أشوفها هي طاقة بالفترة الحالية أوضاعك كذا أشوفها مو ديش الأوضاع الزينة أنت بالفترة الحالية عندك نوع من أتحس نوع من أكو الفقر الأحتياج أعدم الاهتمام أتحس أنه أكو تعب موجود بحياتك في هاي الفترة ممكن تكون مريت بأزمة أو حاليا تتمر بأزمة ممكن تتحس أنه الناس تخلت عنك أنه أنت شخص وحيد بالفترة الحالية ماكو أحد ساندك ماكو أحد واقف وياك أنت عندك نوع من الاحتياج العاطفي بهاي الفترة رغم أنه أنت البعض منكم يحاول أنه يشغل نفسه بالعمل على الصعيد يعني العملي إذا أشوف أنه أنت تتحاول تشتغل تتحاول تترك الأمور تمشي مثل ما هي تتحاول تشغل نفسك بالعمل وإنما هذا الأحساس مسيطر عليك أحساس الفقر الاحتياج العاطفي أو ممكن حتى يكون الاحتياج المادي ممكن تكون مريت بأزمة مالية أو أزمة عاطفية وهي الأزمة أثرت عليك بشكل سلبي بس دا أشوف بالفترة الجاية إن شاء الله الأمور في تحسن راح تتحسن شوية هاي بالنسبة للطاقة العامة هسا ندخل بالتفاصيل أكثر دا أشوف على الصعيد العملي عندك فرحة أو عندك نجاح معين راح تحققه على الصعيد العملي البعض من عندكم ممكن يكون كان منتظر توقيع عقد أو تعيين جديد أو حتى شغل دا أشوف هذا التوقيع اللي أنت منتظره أو العقد إذا كان عقد أو توقيع معاملة فدا أشوف الأمور راح تمشي بصالحك بهاي الفترة عندك فرحة قريبة عندك بشارع على الصعيد العملي راح تجيك أكو أمني حلوة راح تتحقق عندك أمورك على الصعيد العملي دا أشوفها ماشية أكو شخص من العائلة راح يساعدك بموضوع معين وبخصوص العمل بخصوص العمل دا أشوف أكو شخص راح يقدم لك مساعدة من نوع ما هذا الشخص من العائلة بخصوص موضوع يعني قلت لكم ويخص العمل ممكن يساعدك بمبلغ مالي أو ممكن يعرض عليك مساعدة دا تشنت مثل ما عندك شغل فممكن يعرض عليك فرصة عملية بالفترة الجاية فهذا الشي راح يسبب لك نوع من السعادة على الصعيد العملي دا أشوف أمورك العملية والمالية كلها زينة البعض من عندكم أكو مبلغ صغير راح يجي راح يفرح به بالفترة الجاية أما بالنسبة للوضع الصحي دا أشوف صار لك فترة عندك مشاكل صحية قاعدة تعاني منها احتمال بالعيون فإذا كانت عندك مشكلة من هذا النوع حاول أنه ركز عليها بهاي الفترة ولا تهملها دا أشوف عندك مراجعة طبيبة بهاي الفترة بخصوص موضوع يخص العيون العين يعني بس يعني ماكو شي خوف إن شاء الله الأمور تعدي سلامات المهم أنه أنت لا تهمل الموضوع الصحي بهاي الفترة حاول أنه تهتم بصحتك نجي على الصعيد العاطفي دا أشوف أنت بالفترة الحالية يهويد تفكر بالشريك وطاقته مسيطرة عليك بهاي الفترة لأن قلت لك أنت عندك نوع من الاحتياج العاطفي ممكن تكون تتعامل ويا برج ترابي ممكن يكون برج الجدي برج الثور أو برج العدراء لأن الطاقة الترابية عندك طاغية وأيضا برج القوس أكثر من مرة واني أقلب الأوراق طلعت لي ورقة برج القوس احتمال تكون تتعامل ويا شخص من برج القوس وهذا الشخص دا أشوفه مسببلك أزمة بحياتك أكو مشكلة أو سوء تفاهم صايروا بينك وبينها رغم أنه أنتو دا أشوف البعض منكم أقراء أثناء اللي صلعت لي أنتو منفصلين بالفترة الحالية أو أنتو وصلتوا مرحلة الانفصال بس اللي دا أشوفه أنه أنتو الاثنين ما الطاقة المشتركة اللي بيناتكم هي طاقة عدم قبول هذا الانفصال أنه يصير أنتو اثنين ما قادرين تتقبلون أنه الانفصال هذا صار أو دا أشنتوا الانفصال دا أشوفه يعني بيناتكم شيء لا محالة يعني هاي دا أحش بنسبة للمنفصلين دا أشوف أنه الانفصال بيناتكم موجود بس أنتو الاثنين معاندين بهاي الفترة وما تردون يعني تأمنون بفكرة الانفصال لرغم أنه أنتو الاثنين تعبانين دا أشوف هذا الشريك يسبب لك تعب دا أشوف أنت عندك يعني أنت هاي متمسك بهاي العلاقة عندك نوع من التمسك بهاي العلاقة تمسك شديد يعني أنت ما تريد تتخلى عنها ما تريد تترك هذا الشخص وعندما الشخص الثاني دا أشوفه عايش أكثر شيء بالماضي بذكريات الماضي متعلق جدا بالماضي ما تتسواء كان هذا الماضي وياك أنت ممكن دي حن البداية العلاقة اللي كانت بيناتكم بدايتها وشون الأمور هاي سختلفت وانقلبت أو ممكن يكون أكو شخص فعلا بحياته من الماضي وبالفترة الحالية دي حاول أنه يرجع لها بالحال تيدي أشوف أنه الطاقة المشتركة اللي بينكم بهاي الفترة وضع العلاقة بينكم هو أنت عديتوا بأكثر من مرحلة عديتوا بأكثر من مشكلة أكثر من ضرف وده تحاولون بهاي الفترة أنه العلاقة بناتكم تستمر عندكم طاقة تعناد أكو طاقة تعناد موجودة أكو شخص منكم غلطان بس هو مايرد يعترف بغلط هو مصمم أنه يمشي بالغلط اللي هو موجود بي وما يصحح سواء كان أنت أو هو أو حتى إذا كنت أنت الاثنين سوى لأنه ده شوف أنت يعني أكو شخص بكم أو حتى أنت اثنين والانفصال بينكم صار شون مثل قريب بفترة قريبة صار أكو انفصال أو أنه راح يصير بفترة قريبة انفصال أنت الاثنين ده تحاولون تأخرونا بهاي الفترة ده شوف الانفصال ببناتكم سبب أنه أكو شخص عنيد أكو شخص بالعلاقة يعني ما عنده ثبات واستقرار بالعلاقة طبعا ده شوف هاي اكتر طاقة الشريك انت ده شوف كم سيطر عليك طاقة العقل بهاي الفترة بسبب الأمور اللي مريت بها بالماضي بهاي العلاقة يعني انت هذا مو أول اختبار تمر بي انت تحس انه انت حاربت وتحاربت في سبيل هاي العلاقة انه تستمر فهذا الشي مخليك ما قاعد تقدر بسهولة تتخلى عن هذا الشخص أو الترك حتى وانت تعرف انه ممكن يكون على غلط بس انت يعني مستمر بالعلاقة البعض من عدكم ده شوف اكو احتمال كانت علاقة ثلاثية عندك سواء عندك او عند الشخص الثاني مثل ما ده اقول لكم لانه طلعت لطاقة الحنين للماضي اذا انت شخص اللي من الماضي فممكن يكون انه انت هنا طلعت للتواصل ممكن تكون اكتشفت عبر التواصل او انه حتى هذا الشخص يعني لمح لك انه اكو شخص من الماضي راجع يتواصل وياه هذا الشخص مسبب لشوية ضبابية يعني عقله مشوش بالفترة الحالية ما عنده قرار انت ده شوف تتعرف بوجود هاي العلاقة بس انت متمسك ده اشوف ك بالشريك انت متمسك بمثل تتخلى عنده ممكن لانه هاي العلاقة مو شرط انه هي احسن علاقة انت مريت بها ولكن اكو مثل عندنا بالعراق يقول مزين تعرف احسن من زين ما تعرف فانت راض بهذا شخص بمساوة في بسبيل تحافظ على العلاقة الموجودة بينكم او حتى الوضع اللي انت بيه بالفترة الحالية رغم انه شوف هذا شخص ممكن اذا خاص اذا كان برج ترابي عنده نوع من البخل العاطفي مو بس البخل المادي يعني هو بخيل بعواطفة ومو من نوع يعبر عن مشاعره ويحكي كلام حلو دائما هذا شخص بس يعني اشوف بالفترة الجاية عندك نهاية تعب مسؤوليات امور هواية مريت بها احتمال من بداية السنة لحد الان انت متعب امورك متمام لكن بداية السنة ان شاء الله الامور راح تتغير راح تكون ايجابية اكثر لك اكو عندك نجاح اكو عندك فرحة على الصعيد العملي رغم انه اوضاعك العاطفية انت الغلطان او الشخص اللي انت وياه اكو اعتدار بالفترة الجاية راح تشوفه تسمع من هذا الشخص وممكن يكون تمسك بالعلاقة لبعض منكم كانت التواصل بينك وبين هذا الشخص موجود دع شوف التواصل راح يرجع والتواصل راح يكون تواصل يعني بنا متواصل كل مشاكل اكو بداية جديدة من بعد نهاية يعني امورك تتحسن هواية دع شوفها بالفترة الجاية فهاي الفترة تعدي رغم بعض المشاكل اللي مريت بها باخر فترة دع شوف اكو مشاكل تشانت هواية بحياتك تطريت انه تنهي عندك نهاية المشاكل نهاية للتعب وصلت هنا رقم عشرة رقم النهايات فالامور كلها راح تتحسن على بداية السنة رغم انه هاي الفترة شوية حتكون متعبة على الصعيد العاطفي ولكن امورك المادية دع شوف ها تمام امورك الصحية هم ماكو شي يعني يدعو للقلق شي خوف ماكو ولكن انت يعني حاول شوية تتعامل مرونة بهاي الفترة لانه عندك نوع من العناد السيطرة يعني حاول تخلي الامور هي تتخذ مجراها وتمشي لتحاول تسيطر عليها و ان شاء الله اموركم تتحسن بتوقعات 2020 انتظروا الفيديو من قريب راح انزله كل التوفيق لكم برج الحوت وعدروني على التأخير بسبب شوية شغالات اتأخرت بتنزيل الابراج لكن بالفترة الجاية راح هنزل لكم توقعات 2020 لانه تحياتي لكم مع السلامة شكرا 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 شكرا